انساني يومين وجيلك انا جبك شحبك وحبيبك زي ما مسلم قال والاغرب انهم بيقولوا لو حرام قدينة بنحرقه ولو حلال قدينة بنشربه فابقى السؤال هنا يا عزيزي هل حسيش فعلا مضر ولا كله في السلانكة تيه اهلا بكم في حلقة جديدة انا طريق كامل وانتوا بتسمعوا البرنامج اللي ملوش اسمه لحد الوقت ومش نوعين نسميه بإذن الله بس روح كائم لسته ولسه ما تعرفه واش طبعا انت مستني تعرف فوائد الحشيش هقولك يا عزيزي بس يخليك معايا يا لئيم بتبدأ القصة صنعة 1980 لما نشر فريق من الباحثين بكلية الطب في صواوله البرزلية دراسة عن نبات القنة بقى والحشيش كان المفروض انها دغير حياة خمسين مليون شخص بيعاني من الصرع في جميع انحاء العالم والمفروض ان علاجهم هو مخدر الحشيش بس للاسف ده ما حصلش الدراسة فعلا ما غيرتش حياة حد ده لان الدراسة لمدة 30 سنة من بعد نشرها كان في عدم اهتمام بالموضوع اصلا عنها على اعتبار انه نبات طرفيهي ودمه خفيف مش اكتر يعني وما يستهلش ندور وراه لاننا عارفين اللي فيها هيحصل ايه يعني لما ندور وراه ما هو مخد ولكن خلونا متفقين اللي في البداية كده ان احنا مش بنكلم الناس اللي بتحب الحشيش ومش قادرة تبطأ لأ احنا بنكلم الناس اللي عندها وعي وخلينا نقول بكونوا شيء منبوز من المجتمع وهنا خلينا نحاول نفهم اصلا يعني ما هو الحشيش الحشيش هو احد مستخرجات نبات الكنب عارفين او هو المادة الفعالة فيه جميل ومعناها في اللغة العربية هو العشب او النبات البري وحتى ان احد الباحثين شايف ان كلمة تحشيش هي كلمة مشتقة من اللغة العبرية او الكلمة العبرية شيش اللي معناها السعادة او الفرحة وعلى رأي الفنانة لانسي عجرم شيش حاجة تيجي كده ايه ده حقيبة كده هي كل حاجة بتاعكم فيه ايه جد عمش ما ينفعش يعني هم تحس انهم مواطين في اي حاجة الحشيش شايفينه بتاعهم يعني مش كده الحشيش متعرفش النهاردة ولا من سنة ولا من كارن حتى ابسلوط لي بسبب الليمبي بجد وجاهز ان 2019 كشفت اعمال التنقيب في مقبرة عمرها 2500 سنة في غرب الصين عن اقدم دليل واضح على استخدام البشر لخصائص الكنب ذات التأثير النفسي زي تدخينه او استنشاقه مش كده وبس ده كمان كان ليه احجار واواني خاصة بيه واصلا اتعرف الوجود الكيميائي للكنب من خلال الاواني المخترقة فيه دي الرجالة تقريبا ما كانتش بتغسر الاواني ما كان الفارقة وكده وتحديدا مع وجود كمية كبيرة من رباعي هيدروكانيبانول الشيء اللي بيؤكد على ان النبات ده تم استخدامه وسط انشاقه اثناء الدفن تخيل الناس الصينيين زمان كانوا بيدفنوا ويتسلطنوا وهما بيدفنوا حالة عجيبة من اللوعي ولكن خلينا اقول لنرغم كل ده الا انه من غير المرجح ان يكون الحشيش قد تم تدخينه بنفس الطريقة اللي بيدخن بيها النهاردة حيث ان المستكشفين اللي يوم ما استكشفوه دول بيرجحه انه كان بيتم حرق سي البخور في مكان مغلق لاطلاق ابخرة يمكن استنشاقه وان ده كان بيساعد على التهيق للعنم الاخر وبصراحة يا عزيزي هو اكيد الحشيش بتاع زمان غير المضروب بتاع النهاردة اللي انه كان بيودي الناس دي في حدة تانية فعلا كان الراجل اللي بيبيع الحشيش او يعني الديلر عنده ضمير افغاني اصلي وما كانش الموضوع قاصر على استخدام الحشيش نفسه في الاعمال الدينية بس لأ ده كان كمان بيستخدموا اليافه علشان يعملوا منها القماش والاحبال درجة ان حياة الناس زمان كانت ايمع على الحشيش كلها حشيش في حشيش فتخيال ان مهنة الديلر دي قد تكون اقدم مهنة في التاريخ ثقافات وحضرات كاملة قامت على الحشيش قارفوه الفرعنة وعرفوه الصينيين وسموه وهب السعادة وقارفوه الكهنة الهندوس وسموه مخفف الاحزان فضلا عن استعمال الهنود ليه واعتبرهم انه حاجة الهية علشان تأثيره السحرية وجايز ان الحد النهاردة بيستخدم في معابد الهندوس والسيخ في الهند ونيبال واتباع شتا في الاعدة المقدسة يعني لو لقيت شوية هنود مدورين الاعدة وفرق والفرقة ما تقطعهمش لانهم غالبا قاعدين بيصدقوا مش بيستبحوا ولا ما تفهمهمش غلط وخلينا نقول ان العالم الاسلامي هو كمان عارف الحشيش بس يعني مش في شكل جوين تستباح على الرئ كل يوم لا الموضوع كان كله نصب في نصب لما استعمله حسن الصباح في قصير الوسطى مع جماعته الحشاشين في القرن الحدوشهر الميلادي علشان يوهمهم بحلم الجنة كان عبارة عن نبتة بيحطها الشخص داخل فمه بقه يعني زي الفراولة كده استحلاب يعني وعاوز اقولك انه كان بيقدمه لمتميزين بس من اتباعه اللي هم تشكرين يا معلم اخيرك شابت في المرحلة دي الحشيش كان بيتم استنشاق ابخيرته باشكال حديثة جدا جهز تكون بتستخدم دلوقت زي استخدام انسحاب المياه في تجميع بخار الحشيش علشان يتم استنشاقه مرة واحدة عملية تعرف وسط قصات الحشاشين باسم الغرقانة من هنا والحشيش سمعوا بقى ليسيطوا وش معنى الاوروبيين يعني ما يتسلطنوش اتنقل الحشيش لاوروبا عن طريق حركة الاستشراق اللي ركزت في كتابتها على الهند وفارس والعالم العربي ده بالاضافة لنبليون بنبرت لما جي في القرنة 18 ونقل بقى مخدر الحشيش نفسه الاوروبا واكيد انت دلوقتي عارف ليه الحملة الفرنسية فشلت وبقى عندك رؤية واضحة للحملة الفرنسية اللي كانت جاة تستبع بس سوعه انت في الامتحان يجي لك سؤال ايه هي اسباب فشل حملة اتن مليون تقول لهم الحشيش كده هتحبسنا مش هتنجح دي مش معلومة انا بقوله هون وعلى فكرة الحشيش مكانش مجرم زراعته او تدخينه في مصر الحد قدوم الحملة الفرنسية والحد ما جربوه سنة 1897 كل القصة ان بتوع الحملة الفرنسية لما جوا في مصر ملقوش خمرة يشربوها فجربوا الحشيش فعجبه ام الخليفة العثماني حبي يرخم عليهم فحرم زراعة الحشيش او تدخينه بس كده هي دي كل الحكاية اما دلوقتي فنيجي بقى لحاجة انت مستنيها يا عزيزي من اول الحلقة وهي فوائد الحشيش وقال هو مضر ولا مية مية قلتي ليه طبعا اتبسط انت دلوقتي مزاجك يا عزيزي بقى في السحاب عموما انا عاوز اقولك ان كل الحقاية اللي هنقولها دلوقت بتكون في حالة استخراج الحشيش ومعالجته بمواد كيميائية جوا المعامل الطبية تخيل معايا بقى شكل نبات الكنب ده علشان لو قابلك في مكان ولا حاجة جايز يعني قابلك برضو محدش يضمن فهو نبات ملمسه خشن اوراقه مشارشارة جزوره عمودية وليس قام وجوافة هو نبات احد الجنس يعني في منه زكر وفي منه انسة فاكر لما قلتلك ان هم قاعدوا 30 سنة مهملين الدراسة اللي تعاملت على نبات الكنب كانت من نتائج الدراسة دي ان اشراف الباحثين على اعطاء جرعات يومية من مجدار 300 مل كرام من جانب ديول اللي هو اهم عنصر لا يحمل تأثيرا نفسيا لثمان اشخاص مصابين بمرض الصرع انتهت معاناة اربعة منهم بعد اربع شهور بس من العلاج وانخفض توترة النوبات للثلاثة الباقيين بصورة ملحوظة كمان العالم الصيني بنت شاو تشينج سجل اقدم كتب الادوية في الوجود اللي اتكلمت عن استخدام الكنب او الحشيش في الصين من 2700 عام قبل الميلاد لعلاج الام الروماتيزم والامساك والاضطرابات التناسلية للاناس زي بطانة الرحم واستخدم برضو في علاج حالات من المالاريا ومش بس كده كمان بوتوه المضقب بابو الجراحة الصينية اخترع مخدر بيتألف من النبيز واعشاب الكنب كلام ده كان في القرن الاول قبل الميلاد وليام بروك طبيب ايرلندي نشر كتاب سنة 1838 بعنوان عن اعداد الكنب الهندي او الغنجا اللي هو ازاي تحضر حتها مميف معمال المهم انه بحسب التاريخ والكتاب الكدامى بتظهر قصص مماثلة في وصائق وسارديات من الهند والشرق الاوسط وافريقيا وحتى اوروبا عن ناس دوانوا اكتر الفوائد عن نبات الكنب بل هناك من قال ان الكنب هو الطب في حد ذاته وخصوصا انه في الاولاة الاخيرة يا عزيزي ابتشاف ان الكنب يمكن استخدامه في علاج نوبات القوي والغسيان خصوصا عند مرض السرطان وبيعالج اضطرابات الحركة وبالنسبة للاطفال اللي بيعانوا من فرط النشاط وده على حسب الدراسات مش كلامي انا وكمان بيستخدم في علاج الامراض المرتبطة بالمخ زي الارتجاج وحالات نقص الاوسيجين ده بالاضافة لانه بيستخدم في علاج امراض التهاب المفاصل مش محتاج بعد جهة تدهن فلترين اشرب حتى مية والاهم من ده كله بقى هو احتواءه على مادة اللي بتوسع القصب الهوائي خصوصا مع مرض الجهاز التنفسي ده بالاضافة برضه لانه بيستخدم في زيادة كسافة الشعر سيدة الجميلة فهل تعتقل يا عزيزي يا ويا عزيزتي يعني ان الحشيش ليه كل هذه الفوائد هقولك تخيل هتقول ليه احيل هقولك طب يعني ملوش اضرار هقولك يا عزيزي بس خلينا متفقين ان انا مش دكتور انا مجرد سارد للتاريخ التاريخ هو لعبتي اللي جاي ده مش لعبتي بس هنقوله برضه اللي ان احنا مش بندعو لحاجة زي كده يعني الحشيش لأ ده احنا يعني بنقولك ان هو زيفت وقتران بس يعني كمركب طبي لفوائده على حسب الدراسات الحشيش ممكن يكون بيؤثر على المستقبلات الحسية في الدماغ مادة زي THC مش معروف حتى الان ايه هو نوع التأثير اللي بتسيبه على المستقبلات الحسية يعني بعد جوينت الاستباحة بتاعك ممكن تحس انك سعيد او حزين او عايز تنتحر محدش ضامل ومحدش عارف هو بيطلب بايه يعني حتى بعض العلماء اللي جربوا تأثير مخدر الحشيش على نفسهم اقرب انه غير مناسب على الاطلاق للاستخدام في شكل ابخير على الاطلاق ماينفعش يبقى بخار خالص وبرضه مقدروش يحدده ايه هو نوع التأثير اللي ممكن ينتج عن استخدامه بس احنا ممكن نقول ان من اضراره البسيطة على سبيل الزكر يعني الانتفاخ الشديد للرقة اللي ممكن يؤدي للموت او الوسواس القهري او الاكتئاب او ارتفاع ضغط العين واحمرارها بشكل مستمر ده غير طبعا ان الجرعة الزايدة من الحشيش ممكن تجيب تسمم وتقتل صاحبها واخر طبعا حاجة اللي ماكنتش عوز يعني اولها بشراحة انه بضعف القدرة الجنسية وخلي بالك فكرة عدم تأكد العلماء دي هي من سخرية القدرة مش حاجة حلوة يعني يعني ده انت يا عزيزي مش فاهم انت دخل على ايه بس عارف ان اقل حاجة ممكن تحصل لك هي زفت الزفت واللي عاوز اقوله هنا برضو ان شرب الحشيش على هيئة ابخرة ودخان جايزه وسبب المشاكل دي كلها لان احتراقه بيتم معاها مواد كيميائية اشد ضرر حسب تصنيعه وعلى حسب ثقافة المدخن والديلر في نفس الوقت اللي هو في الاخر اتدخن حشيش يبقى انت حياتك ومستقبلك حرفيا على كفحة فريد اما الحشيش نفسه او القنب جايز ربنا خلقه لمعالجة امراض كتير جدا رغم عدم اعتناء المؤسسات البحثية بهذا النبات وده مش كلامي ده كلام احد البحثين في هذا المجل وهنا انا محتاج اقول ان كل الدراسات على نبات القنب اللي بتسبت ضرره بصحية الانسان بتتكلم عن اضرار القنب على المستوى الصحة النفسية وليست الجسدية وخلي بالك وانت بتتكلم عن اضرار الحشيش انت لازم فعلا تفرق بين تدخين الكتل السغنانة اللي اسمها حشيش وبين نبات القنب نفسه اللي ممكن يدخل في علاجات الكثير من الامراض جايز ان في دول جرامة مخدر الحشيش وجايز ان في دول اكتر اباحته وجايز ان في دول اكتر واكتر عملت مشواخدة بالها منه الا انه في النهاية بتقدر تقول ان حكومات كتير جدا وقفت قدام هذا المخدر وحطت علامات استفهام كتيرة جدا حقيقي ان كل مؤسسة الطبية ممكن تكون حط هذا المخدر الطبيعي تحت دراسات معملية غير مكشف عنها لقدرته على حل مشاكل امراض كتيرة جدا وجايز الحشيش من النبات المظلومة فعليا ظلمها البشر بحكم سوء استخدامهم لها الا ان ده امر طبيعي عزيزي لان فعلا سجارة حشيش واحدة كافلة بانها تدخلك في مول من الاكتئاب او الفصام ومشاكل نفسية لا حصرة لها فضلا عن مشاكلها العضوية المرتبطة بالتدخين ده بالاضافة ان السجارة الوحدة قادرة على انها تعيقك عن تنفيذ خططك المستقبلية طويلة المدى وقصيرة المدى لانها بتدخلك في حالة من الاسترخاء بسبب الاربع مواد الاساسية اللي بتكون منهم مخدر الحشيش وطبعا بسبب استخدام هذه المواد بدون حساب دقيق لكمياتها لفضلا عن المواد الكيميائية اللي الديلر ممكن يكون لازقها لك فيها علشان يعني الشغل التجاري كده احنا خلصنا الجوينت بتاعنا خلاص وخدها بيني بقى نشيحة الانسان ربنا خلقه بهيرموناتو دوميناتو حلوة قوي وزي الفل دعكة من هذا الابداع الزائف والوهمة المقيد الحشيش ممكن يكون ليه تأثير على الانسان كويس او وحش فعلى الاقل هو ممكن يخليك كويس لفترة سوق النماء بس الاكيد انه مش هيخليك كويس على طول انت اصلا ربنا خلقك في دون الحاجة اليه وخلقه علشان تبحث وتستكشف وتعرف هو ممكن يفيدك امتى وممكن يضرك ازاي ولكن هو بالشكل اللي بتستخدمه الشباب اليومين دول ازاي وزي سم الافعة وجايز انه سم الافعة لما نفع عنه وجايز انه اخطر من سم الافعة عليك لانه سم الافعة انت عمرك ما هتشربه وانا اقدر اقول انه خلاص الجوب بخلصية عادي اعمل شير ولايك للفيديو وما تنساش تبصى الحلقة اللي فاتت تستنى الحلقة اللي جاية ولا على توتوب تشترك على القناة وتبص على المصادر شكرا لكم والسلام عليكم